تعال ناخد صفحة 3 ودي يمكن الصفحة الأخيرة معنا يمكن في هذا التقرير اللي بيشوفه مهمة أولا تعال نشوف شكل الاستثمارات دي أو تعليقات التقرير بتاع الأونكتاد حول مناخ الاستثمار في مصر بيقولوا إيه فمثلا بيجوا يتكلموا عن المشروعات الخضرة فبيقول إيه بقى زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر بأكتر من الضعف حلوة دي أكتر من الضعف حلو جميل رائع يا سلام لما يبقى أكتر من ثلاث أضعف وأظنه هيجرى وبإذن الله قبل 30-30 أقسف 30-30 إيه 20-30 هتشوف تدفقات بإذن الله أكتر غزارة وبيقولوا إنه الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا هي مصر والتاني على المستوى العربي برضو هي مصر طيب إيه اللي أدى لده قالك هي مدعومة بإيه بقى بطفرة كبيرة في إيه في المشروعات الخضرة واهتمام مصر بيها وتسهيل إجراءاتها وتحسين المناخ الاستثماري فتصل إلى 161 مشروع أخضر سنة 2022 طيب تعالي نشوف استثمارات القرى الأفريقية هما بيقولوا قرى الأفريقية شهدت زيادة في أعداد المشروعات الخضرة بنسبة وصلت لـ 39% عندك أنت زادت بنسبة إيه 100% يبقى المتوسط العام للقرى 39 أنت بس 100% الحمد لله وده برضو مدفوع بمضاعفة أعداد المشروعات الخضرة فمصر بالتحديد هي اللي كانت القاطرة اللي بتزق فيه اتجاه الاستثمارات في المشروعات الخضراء وطبعا زيادة هذه المشروعات في دول أخرى في جنوب أفريقيا والمغرب وكينيا وما تنساش أن مصر اللي بتدور مهم جدا 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 في مسألة دعم القرى الأفريقية من حيث يبقى أنها توضح أمام العالم أن القرى بتغير في مناختها الاستثمارية القرى تستحق جدا أنه يتم فيها تدفق استثماري واسع في مجالة مشروعات الخضراء دعما لسكان هذه القرى خصوص لاحظة بنتكلم على قرى هي الأغنى تقريبا على مستوى العالم من حيث مواردها ومن حيث قدرات ساكنيها أو الشعوب بتاعتها تعالوا نشوف بيئة الاستثمار كلام الأونكتاد تحديدا بيقولوا أعلنت مصر عن مجموعة من الحوافز لتعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر ومصر بتعتزم عقدة النية والعزم أي الجاد لاستحداث حوافز ضريبية للمشروعات الممولة من الاستثمارات الأجنبية دخل الفلوس بتاعك أقدر أحط لك مجموعة من الحوافز الضريبية طول الوقت وفي نفس الوقت بحسلك البيئة بتاعت الاستثمار يعني أنتوا خلي بالكوا أنه مثلا كانت الرخصة الزهبية في أول ما طلعت بعد كده احنا زودنا حجم المشروعات بتاعته لكن أول ما طلعت قالك المشروعات الخضراء الطاقة الخضراء وما إلى ذلك فكان فيه اهتمام شديد جدا ولازال بهذا النوع من الاستثمار تعالوا نشوف دليل شرم الشيخ للتمويل العادل أظن فاكرين القصة دي لما كنا بنتكلم في كاب 27 في نوفمبر الماضي إدراك دليل شرم الشيخ للتمويل العادل واللي أصدرته مصر خلال فاعليات يوم التمويل في ضوء رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كاب 27 وده كان من أبرز السياسات والوثائق الصدرة للتوجيه وتعزيز سياسات الاستثمار سنة 22 ولما بدأت الدول تاخد قرارات بضخ هذه التمويلات أطلق إيه على قمة شرم الشيخ قمة التفعيل مش قمة التوصيات يعني الأول مرة نبدأ نفعل ما تم التوصية به قبل كده كان التوصيات توصيات توصيات المرة دي أو المرة اللي فاتت في نوفمبر 2022 كانت قمة التفعيل تعالى نروح على التنمية المستدامة هتلاقي شركة رينبو باور عزمت على إيه وأعلنت ذلك بالمناسبة إنشاء مصنع هيدروجين أخضر بقيمة 8 مليار دولار فين؟ في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بطبيعة الحال المنطقة الاقتصادية طبعاً اللي في قناة السويس اللي راهن الإخوان وأشكالهم على إنه ده أي كلام وده مش موجود ومشروع فانكوش وما فيش حد هيستثمر فيه وده بيتحكوا عليكو يا مصريين وده بيشتغلوكو يوم بعد يوم يا سيدي الفاضل بيتسبت قدام سيادتك قدام حضرتك إنه مفيش حاجة تقالت وما تنفذتش لما قلنا هنعمل منطقة اقتصادية اتعاملت المنطقة الاقتصادية لما قلنا هنكتذب فيها استثمارات أجنبية اكتذبنا فيها استثمارات أجنبية لما قلنا هنعمل شبكات عالمية للطرق الكباري لإننا نفسنا في المركز أظن 28 ولا 27 على مستوى العالم بعد ما كنا يعني في مركز تخض حاجة 100 حاجة وستين وكلام كده يزعل يعني اللي عايز أقوله لك إنه أنت طول الوقت بتشتغل وبتنفذ اللي وعدت به دي نقطة النقطة التانية تعالى أكمل لك هنا بقى هذا المشروع اللي هتعمله Renew Power Renew Power المشروع اللي هعمله Renew Power تتطور واحد من أكبر 3 مشروعات تنمية مستدامة في مجال الطاقة تم تبنيها خلال 2022 في الدول النامية جي الإعلان عن هذا المشروع ومحطة تحليط مية تشتغل بالطاقة الشمسية قدرة 400 ميجا واط في مصر ضمن أكبر 3 مشروعات في مجال المية والصرف الصحي خلال 2022 برضو في الدول النامية